اشتركوا في القناة المرة اللي جئت فيها كانت باليلة في Shaw escuela وحتى سكننا هنا في هذه الغرف كانوا يعني يسكنوا فيها الفرق أو الفنانين اللي光 وكانت ذكره كثير جميلend وبداية المهرجانات كانت بداية كثير فيها معنى معنى الثقافي أنا مش عم أقول أنه اليوم تغيرت الأمور شوية ولكن يبقى الحمامات عنده هذا الطابع الثقافي اللي نحن بحاجة لألو نحن في وقت انهارات شامي في كل الميادين إذا انهار هذا الحائط الثقافي لن يبقى شيء علينا أن نتمسك في هذا الحائط الثقافي وأن نحميه من الانهيار شكرا لمهرجان الحمامات الذي بقي أمينا لمشروعه الثقافي البارحة كان 14 سنة لغياب محمود درويش في تسعة أوت نحن اليوم في عشرة يعني جاي هذه الأمثية كتحية لمحمود هو في الحقيقة هذا البرنامج بشار عندما كان صغيرا شارك معي في عمل اللي هو اسمه تقاسيم أنا قدمته كتحية لمحمود درويش أنات سيدة الكناية في الحكاية لم تكن تبكي على أحد ولكن من مفاتنها بكت هل كل هذا السحر لي وحدي أمام شاعر عندي يقاسمني التخت في مجدي ويقطف من سياج أنوثتي ما فاض من وردي أمام شاعر يغوي حليب الليل في نهدي أنا الأولى أنا الأخرى وحدي زاد عن حدي وبعدي تركض الغزلان في الكلمات لا قبلي ولا بعدي وأنا هلأ اليوم بصدد إنجاز إلي سنة ونص عم بعمل العمل الكبير لمحمود اللي هو الجدارية الجدارية هو عمل ديوان كامل مئة صفحة شعر أكتب له موسيقى إلي سنة ونص عم بعمل هذا العمل وهو عمل يعني برأي مهم هو عمل يعني يحكي عن الموت والحياة يعني إحياء للحياة بين رثة وعيوني بندقية 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 هذه الأمسها هي تحية خاصة لشعرنا الكبير محمود درويش ترجمة نانسي قنقر